اتخذ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمس الأربعة عدة قرارات خلال اجتماعين خصصة كما قلت للوضع السائد في ولاية غردايا حسب ما فد به بيان لرئاسة الجمهورية وكلف رئيس الدولة في هذا الصدد قائد ونحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل الحفاظ على النظام العام والحفاظ عليها عبر ولاية غردايا وأمر رئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفليقة الوزيرة الأول عبدالملك سلال بأسهر بمعاية وزير العاد الحافظ الأختم على أن تتكفل نيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غردايا لا سيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات كما كلفت الحكومة بالسهر تحت سلطة الوزيرة الأول عبدالملك سلال على التسريع بتنفيذ البرامج المسطرة بهدف بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعودة الأمور إلى مجاريها في قليم ولاية غردايا ترجمة نانسي قنقر شكرا